أكد وزير المواصلات ولد الصلاة القطري جاسم سيف الصليط للجزيرة أكد أن منظمة الطيران المدني دولية إيكاو قبلت النظر في الطلب القطري المتعلق بفتح المجال الجوي دولي المغلق بفعل الحصار وأشار إلى أن الكثير من الدول الأعضاء في مجلس المنظمة تتفهم الطلب القطري ونأمل أن يسارع المجلس في اتخاذ قرار كما أكد أن دول التي فرضت الحصار وأغلقت المجال الجوي انتهكت الموافق الدولية وأضرت بالسلامة وأمن الطيران مطالبنا واضحة للإيكاو أو دول الحصار هو فتح الأجواء الدولية لا شك أنك تعلم أن دول الحصار اعتبرت الحصار الجائر على دولة قطر وأعلنته في هذا التاريخ وسكرت جميع الأجواء والمنافذ سواء الجوية والبحرية والبرية واعتبرت جزء من السيادة وهنا هذا كلامنا للمنظمة وللأخوة جميعا أن هذا ليس جزء من السيادة ولا يتعلق بالسيادة إنما جزء من انتهاك للقوانين الدولية لأنك سكرت جزءك السيادي وهذا لا نختلف عليه لكن استمريت في التسكير إلى الأجواء الدولية واعتبرت وأقامت نفسك أو هذه الدول أقامت نفسها مكان المجتمع الدولي مكان الأمم المتحدة مكان المنظمة العالمية للطيران وأغلقت الأجواء الدولية كذلك وهذه مطالبنا مطالبنا كانت صريحة كيف تقلق الأجواء والممرات الدولية وهذا ليس من حقوقك إحنا معهم وقت طويل لكن إن شاء الله لنا الحق سينتصر وإحنا أصحاب حقوقه